تفيض موائد القرآن نورا لجلاس بها شرف حضورا معاني ليس تشبهها معاني وذكر يملأ الدنيا سرورا والقرآن فيض من بهاء به الآيات قد سطعت قدورا على أسماء موائده اجتمعنا وأهدتنا صحائفه العطور تفيض موائد القرآن نورا تفيض موائد القرآن نورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم على مائدة القرآن ما زلنا في سياق الحج ولطائف الدلالات في آيات الحج يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم قال ما أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يبين الله سبحانه وتعالى هنا رفع الجناح والمؤاخذة أن تبتغوا فضلا من ربكم الإنسان لما يذهب إلى الحج تكون هناك فرصة أحيانا أنه يتاجر يكسب فكان بعضهم وكانت أسواق العرب تقام في الحج وكان فيها البيع والشراء فبعد الإسلام كأنهم تحرجوا يعني هل يمكن أن نتاجر وأن يكون في نيتنا أن نتاجر مع هذه النية العظيمة نية الحج فيقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم اكسبوا وتاجروا وأعملوا ليس عليكم جناح وذكر الربوبية هنا فضل من ربكم هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى فضل من الله سبحانه وتعالى خير من الله سبحانه وتعالى قال فإذا أفضتم من عرفات عرفات ذكر معها كلمة الإفاضة أفضتم و ما يعبر بالإفاضة في لحظات الامتلاء يقول لك فاض الماء فعرفات تمتلئ بالناس و كأنما الناس ينحجرون منها كأنما هي قد فاضت بهم و بعد ذلك هم خرجونها من كثرتهم و تعددهم فإذا أفضتم من عرفات رجعتم من عرفات نفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هم ازدلفة في مزدلفة فهم يخرجون من عرفات و يتوجهون إلى مزدلفة و المطلوب هناك ذكر الله و بشكل عام يكثر ذكر الله في الحج و في آيات الحج أصلا الحج يعني كله لذكر الله و لذلك يأم بغي المسلم أن يذكر الله كثيرا في الحج و أن لا يوليه عن ذلك شيء في كل مكان لأن كل مكان يذكرك بمن قبلك بمن جاء إلى هذا المكان هذا المكان المقدس المعظم فاذكروا الله سبحانه و تعالى فيه فكل ما ذكرت الله كل ما وحدت الله و منها التلبية التي هي توحيد واضح و صريح لله سبحانه و تعالى يقول واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم أيضا هذا أمر آخر اذكروه كما هداكم يعني الذكر هذا هو نوع من أنواع الشكر لله سبحانه و تعالى لأنه هو الذي هداكم لمثل هذا العمل و لمثل هذا الفضل و إن كنتم من قبله لمن الضالين يعني لو لا هداية الله سبحانه و تعالى ما كنتم على ما أنتم عليه تحجون على هدى و على نور و تأخذون المناسك كما فعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم بلا بدع و لا خرافات و لا أخطاء ثم يقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أفيضوا من حيث أفاض الناس لماذا هذا التوجيه لماذا هذا التحديد هذا التقنين أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني في مكان معين يفيض منها الناس أنتم تفيضوا منه قيل المقصود بالناس هنا إبراهيم عليه الصلاة و السلام يعني أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم و إبراهيم عليه الصلاة و السلام أمة لوحده و قد يعبر عنه بالناس و إن كان الصحيح أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني عموم الناس و المقصود هنا معالجة قضية كانت موجودة في قريش كان الحمس من قريش كانوا يرون أنفسهم أفضل الناس و أحسن الناس و كانوا لا يذهبون مع الناس إلى عرفات كانوا يبقون في مزدلفة و يتركون الناس يذهبون إلى عرفات و هم يروا أنفسهم أن يجب أن لا يذهبوا إلى عرفات فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم و هو من قريش و هو من أسيادهم ذهب صلى الله عليه و سلم إلى عرفات فقال الله عز وجل أفيض من حيث و أفضى الضناس أتركوا هذه النعرات أترك هذا التمييز الذي لا قيمة له الحج ما في تمييز الحج يقضي على كل شيء اللباس واحد الدعاء واحد المكان واحد الرب واحد التلبية واحدة كل شيء موحد ما في شيء من زخارة في الدنيا حتى اللبس الذي تلبسه ما في تمييز لبس واحد الصغير و الكبير و الأمير و الفقير و الضعيف كل الناس يلبسون لبسا واحدا و ينطقون بكلام واحد ذلك الله أفيض من حيث و أفضى الناس هذا التمييز الذي لا داعي له هذا يمقته الله عز وجل ثم قال واستغفروا الله إن الله أفور رحي بعد هذه العبادة العظيمة تفيض من عرفات ما أعظم من هذا شيء و ما هذا يقول واستغفروا الله دائما بعد العبادة نستغفروا الله لأننا مهما فعلنا يحصل من الخطأ انظروا نسلم في الصلاة و نقول استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله نسأل الله لنا و لكم التوفيق هذا و صلى الله وسلم على نبينا موائده اجتمعنا